قبل ما نبلش الفيديو اذا اعجبكم الفيديو يارا تساولي لايك وتشتركون بالقناة اذا كنتما مشتركين وتفعلون زر الجرس حتى يجيكم اشعار من انزل الفيديو الجديد ونيلا نبلش الفيديو الطاقة العامة لبرج الثور برج الثور الطاقة العامة قراءتك كل جانت غريبة برج الثور بالفترة حاليا طاقتك العامة متركزة على علاقة ثلاثية ممكن برج الثور تكون انت داخل علاقة ثلاثية او ممكن شريكك راح تكتشف عنه وجود طرف ثالث بالعلاقة اللي بيناتكم برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك نوع من الهدوء الصمت الترقب برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك الحدث عالي عندك طاقة تشكوك اتجاه الشريك اللي انت موجود وياه اذا ما تشنت انت صاحب العلاقة الثلاثية وكان شريكك هو صاحب العلاقة الثلاثية البعض من برج الثور دا اشوف باخر فترة انتو مكتشفين طرف ثالث او انتو طالعين من علاقة افتشفتوا انه هي كانت ثلاثية وممكن انتو تكونوا عندكم علم انه العلاقة الثلاثية وانتو جنتوا مستمرين بها فقررتوا انه اطلعون من هاي العلاقة تتخذون قرار انه تنهوها خلي نبلش خدنا نظرة سريعة على الطاقة خلي نبلش في القراءة العملية حاليا العمل والمادة والصحة وبعدها يكون تركز اكثر على القراءة العاطفية على الصعيد المالي والمهني برج الثور دا اشوف عدكم سفر بهذه الفترة شنتوا انتو منتظرين سفر دا اشوف اكو سفر بهاي الفترة راح يصير وياكم اكو مبلغ مالي صار لكم فترة منتظرين او قاعد تشتغلون حتى تتحصلونه دا اشوف هذا المبلغ المالي راح يجيكم بالفترة الجاي لبعض منكم هذا المبلغ المالي ممكن يكون من شخص خارج القطر شخص بعيد عنكم راح يقدم لكم مساعدة شخص مسافر ممكن يتزيل لكم مبلغ مالي او مساعدة على الصعيد العملي والمهني دا اشوفك قاعد اتحس بالفترة الحالية بنوع من الملل والروتين من العمل اللي انت قاعد تعمله انو دا تحس ماكو تجدد بالعمل وماكو تقدم والوضع مثل ما هو وبعض منكم ممكن يكون عمله في تراجع البعض الثاني دا شو بدي يفكر انو ينفيه يترك العمل اللي هو موجود به حاليا ويلجأ العمل جديد بس هو ما اخذ فترة رز تب هاي الفترة يريد يحاول انو يضبط اموره بالفترة الجاية ويلقى العمل المناسب وبعدها ياخذ الخطوة البعض منكم دا شوف عنده طاقة شوية خوف مخاوف انه هما يترك العمل اللي هو موجود به ما يريد يتسرع دا يحاول انو يتخذ الامور شوية بروية بهاي الفترة بس دا شوف اكو لك انتقالة بعملك بالفترة الحالية البعض منكم ممكن يفصل او يترك شراكة عمل اكتشف انو هي مو مجدية الاو ما بيها نفع شراكة بالعمل ممكن تكون انت وبعدوياك شخص شريك دا اشوف انو ما بينتكم تفاهم انت وهذا الشريك ممكن يكون هذا الشريك عنده نوع من الكذيب لوعود الكاذبة او التلاعب او انه هو ما قاعد ينطيك تعبك اللي انت تستحقه ممكن هذا الشخص يكون من نوع اللي ينطيك وعد انه بعد فترة راح يجيك فد كذا مبلغ اوان ينطيك كذا مبلغ والمبلغ هذا ما يوصلك بالوعد اللي هو قال عنده طاقة تأخيرات وطاقة شوية مكر وتلاعب الشركة اللي موجود وياك فده اشوف انو على الصعيد العملية ممكن البعض منكم يفض شراكة صار لفترة بها ممكن تكون ثلاث سنوات ممكن تكون اقل او ثلاثة شهر هذي الشراكة اللي راح تفضها راح تكون اه فضتها دا اشوف خير لك لانو انت على ما اشوف انو اكو خبر راح يوصلك وبخصوص هذا الشريك اللي انت موجود وياه بالعمل وراح يصير الاتصال لانو راح تقطع الشراكة اللي موجودة بناتكم وتنهيها وتبلش تدور عمل جديد البعض منكم برج الثلاغ دا اشوف اكو فرصة عمل جايتكم بس شوية يرادلها صبر بيها صبر او ممكن انتو تكونون صار لكم فترة طويلة صابرين وهذه الفترة ما للعمل يعني الشغل الجديد او المبلغ راح يوصلكم من بعد الانتظار اللي انتو تشدتم انتظره هواية عموما على الصعيد المادي دا اشوف اكو اكو تغييرات على صعيد العمل واكو التقدم اكو عندك انتقال من عمل الى عمل اخر دا تفكر بيه صار لك فترة جديد ونفس الوقت دا اشوف اكو على الصعيد المادي مبلغ مادي راح يجيك انت منتظره صار لك فترة فالاوضاع المادية مبديا ممكن نقول يعني ان تكون مستقرة بهاي الفترة عكس الوضع العاطفي اللي موجود اوضاعك العملية دا اشوفها مستقرة اكثر من الوضع العاطفي على الصعيد الصحي البعض من عدكم ممكن ان يكون دا يعاني من اوجاع بقلبه يعني صار لفترة او نوع من الخنقة تصير عنده دائما خاصة بالليل دا اشوف بالفترة الجاية راح تتخذ قرار انه تراجع الطبيب اه على هذه الالام اللي موجودة واللي صار لها فترة متعبتك دا اشوفك متعب عندك جسدي البعض منكم ممكن يكون متخوف من موضوع عملية ومتردد انه هاي العملية هو يسويها او لا دا اشوف انه انت راح تاخذ القرار وراح تسوي عملية وبعد هذه العملية هي عملية صغيرة ان شاء الله متخوف بعدها دا اشوف عندك استشفاء على الوضع الصحي دا اشوف اكو شفاء لبعض منكم اللي كانوا يمرون بازمات صحية اكو شفاء اكو اخبار حلوة بخصوص الوضع الصحي بالفترة الجاية نيجي نحكي بالتفصيل عن الوضع العاطفي اوضاعك العاطفية هذي الاسبوعين يا برج الثور دا اشوف هاي كلش متعبة ما عندك استقرار عاطفي ما عندك توازن انت قاعد تفتقر الى الثبات بالفترة الحالية البعض منكم مثل ما قلت لكم هاي القرارة تكون عكسية ممكن انت اكتشفت طرف ثالث بعلاقتك او ممكن يكون برج الثور نفسه هو العلاقة الثلاثية وهذا اللي انا دا اشوفه انه برج الثور انت بعلاقة ثلاثية صار لك فترة احتمال صار لك شهر انت دا تفكر بهاي العلاقة اللي انت موجود بها العلاقة الثلاثية وتريد بالفترة الحالية تفضها لانت عبت منها دا اشوف اكو اسرار راح تنكشف بالفترة الجاية اذا كنت انت صاحب العلاقة الثلاثية فاخذ الحذر ممكن انه الخيانة اللي انت قاعد تقوم بها بالفترة الحالية تنكشف بالفترة الجاية دا اشوف اكو سر راح ينكشف اكو تلاعب راح ينكشف طرف ثالث راح يطلع من العلاقة اكو خروج للطرف ثالث من العلاقة سواء كان انت صاحب انت صاحب الطرف الثالث صاحب العلاقة الثلاثية فاكو احد هاي الاطراف راح اتقرر انه تقطعها لان دا اشوفك راح تنهي علاقة ثلاثية موجودة بحياتك صار لها فترة شبيرة او واذا تشنت انت بداخل يعني الطرف الثاني تعرف ان هو عنده علاقة ثلاثية فدا اشوفه بمرحلة الاختيار وهو راح يقرر انه يوازن بين القرارات يتخذ قراره وينهي طرف من الاطراف وهذا الطرف على الغالب راح يكون انت يا برج الثور دا اشوف راح تكتشف عن من خلال المراقبة وكانت عندك اتماها يعني مخاوف اوهام بالفترة السابقة بخصوص موضوع العلاقة الثلاثية بس انت قاعد تكذب على نفسك مثل ما نقول الحد مدى اشوف راح يوصلك او انه انت راح تعرف شي معين من خلال مراقبتك راح تكشفه تكشف موضوع العلاقة الثلاثية اللي موجودة وراح تقرر انه تقطع علاقتك بهذا الشخص لانه اكتشفت انه هاي العلاقة ما تسوى الانتظار صار لك فترة طويلة انت تنتظر من هذا الشخص انه ياخذ حال او انه يقرر منه يختار ممكن يكون انه يرسم العلاقة بس هذا شخص عنده طاقة تلاعب عالية طاقة نارية ممكن يكون برج القوس برج الاسد او برج الحمل لانه طاقة نارية غالبة وممكن يكون ايضا برج هواي عموما اذا اشوف العلاقة الثلاثية بهاي الاسبوعين راح تنتهي تماما اكو طرف من الاطراف راح يخرج من هاي العلاقة اذا اشوف انت راح تقرر انه تنهيها او تقطع صلتك باحد الاشخاص اذا كانت انت صاحب العلاقة الثلاثية او بشرك نفسه اذا كان الشركة هو اللي قاعد ديخون اذا اشوف عندك انفصال ويا شخص ممكن يكون برج الجدي برج الجدي بالفترة الحالية دي اشوف هذا الشخص اللي من برج الجدي او طاقة ترابية ممكن يكون عذراء او ثور مثلك هذا الشخص دي اشوفه عندك دي تحس انه هو مقيدك شخص متصلوت شخص ما يعترف بالغلاط شخص حتى بمشاعر بخيل ما يعبر عن مشاعره الاهتمام ما لتقليل بك بالفترة الحالية هذا الشخص بينك وبينك كانت العلاقة اه مو صحية انه بينكم تعلق زائد زيادة عن اللزوم هو دائما يحب سيطرتها عليك هذا الشخص دي اشوف ورقة طلعت لي مقلوبة وانت عندك طاقة التحرر راح تتحرر من هذه العلاقة المرضية اللي انت تشنت بيها والطاقة السلبية اللي مسببتها اليك هاي العلاقة ممكن تكتشف الخيانة وبعدها راح تنفصل طبعا القراءة هذه عامة مستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فئة معينة هما القراءة راح توصل الهم وراح يفهموهم فمو الكل من برج الثورة اللي يسمع راح يكون اكو علاقة ثلاثية وخيانة لا هاي طلعت لي طاقة معينة ومتركزة وورقة العلاقة الثلاثية تقريبا كل اوراق طلعت عندي موجودة بالقراءة فطاقة برج الثور بهادي الاسبوعين دا اشوفها طاقة الخروج من علاقة ثلاثية متعبة شانت من خليصك تقدر تاخد قرار دا اشوفك راح تاخد بالفترة الجاية اتعيد التفكير اه تاخد مساحتك حتى تقرر عنده دا اشوف اكو فترة شهر كاملة انت راح تاخدها حتى تستشفي بعض منكم هذا السيناريو اللي كان صاير قبل فبالفترة الحالية هو بلش يستشفي من موضوع هاي العلاقة الثلاثية والعلاقة السامة اللي كان موجود بها لان الورقة طلعت مخلوبة فانت وردي متحرر من عندها هاي العلاقة صار لك فترة فاللي دا اشوفه عندك تحرر من هاي العلاقة اكو المخاوف اللي عندك هي مخاوف حقيقية الحدث عندك عالب هاي الفترة ثقب ثقب حدثك الاشياء اللي يتفكر بها حاسسات سعين كثارثة مثل ما نقول بالفترة الحالية يعني موجودة صاير عندك طاقة العين الثالثة اللي قاعد تشوف الاحداث قاعد تتحس بالاشياء قبل ما تصير صار لك فترة صار لك فترة يعني من خلال الانسحاب اللي مريت به الهدوء اللي اخدته ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع انت ماخذ فترة هدوء وده تفكر بينك وبين نفسك فالحدث عندك كلش عالي غالبا ما العين الثالثة هذي تنفتح من الانسان يمر بازمة وينعزل بها عن الناس سواء كانت ازمة عاطفية او ازمة صحية او اي ان كان الازمات اللي ممكن يمر بها الانسان بحياته فمن خلال التأمل اللي دائما يسويه والتفكير الزائد الانعزالة تنفتح العين الثالثة عندك فالحدث يكون عالي تصير عنده طاقة الروحانيات انت طاقة الروحانيات عندك عالية بالفترة الحالية عفوا ممكن تكون شنت بعلاقة متعبة وقيت لك كشفت الطرف الثالث اللي موجود كشفت تلاعب هذا شخص اللي شنت تتعامل معه خاصة اذا كانت طاقة نارية او هوائية لانه هي اللي مسيطرة على العلاقة وهنا ندا اشوف ايضا برج الجدي موجود عندي وبرج السرطان ايضا ظاهر بفضوح وبرج الاسد مثل ما قلت لكم برج الدلو ايضا هنا ظاهر فاي ان كان البرج اللي انتو تتعاملون وياه دا اشوف عندكم طاقة التخلص من هاي العلاقة السامة اللي انتو موجودين بها فاخذوا الحذر اذا شنتوا انتو اصحاب العلاقة الثلاثية حاولوا انو تتاخدون قرار بالوقت المناسب لانو دا اشوف من انا الاسبوع اذا شنتوا انتو اصحاب العلاقة الثلاثية راح تكشف العلاقة الثلاثية وشريككم راح ينهي علاقته بكم فاحنا شنقول نقول يعني بنقدر البلاء قبل وقوع على قولت اخوانا المصريين فانتو هسا احسن ما يوقع البلاء ويصير الموضوع اللي دا اشوفه انو لازم لازم تتاخدون قرار واضح قرار صريح وقطعي وبخصوص العلاقة الثلاثية اللي موجودة بحياتكم بالفترة الحالية حتى ما توقعون بازمة بعدين لانو دا اشوف اكو ازمة راح تسبب لكم تعب اكو طاقة العناد اكو شخص عنيد انتو ممكن تكونون يكون هو صاحب العلاقة الثلاثية اذا كان شريككم برج الجدي برج الثور او برج العدراء بس انا اشوف برج الثور برج الجدي هنا يعني طاقته مثل طاقتكم طاقة العناد موجودة اه فهذا شخص دا اشوفه هو متمسك بكم رغم الغلط اللي هو مسويه متمسك برأيه متمسك انه هو مغلطان هو مادش يروحها على غلط بالفترة الحالية رغم انه هو على غلط ولكن هو متمسك برأيه ومتمسك بالعلاقة الثلاثية اللي موجودة فبالتالي انتو اللي راح تطلعون من هاي المعادلة انتو اللي راح تتخلون عن هذا شخص وتطلعونه من حياتكم لانه هذا الشخص عنده طاقة الطاقة الامتلاك يحب يتملك كل شيء هذا شخص قلت لكم طاقته مم حلوة السيء السلطة البعض من عدكم ممكن تكون العلاقة يعني علاقة زواج ممكن يكون الطرف الثاني متزوج او ممكن يكون يعني قراءة عامة وممكن يكون تكون الرجل فممكن يكون رجل وبالفترة الحالية عنده علاقتين علاقة بزوجته وعلاقة اا اا اكو يعني وحدة ثانية موجودة بحياته. فده اشوف انه ياخذ الحذر بالفترة الحالية ويحاول انه يقطع هاي العلاقة بسرعة لانه هي على وشك انه تنكشف. البعض منكم عندهم مشاكل المتزوجين بالاخص. ده اشوف اكو مشاكل بحياتكم صار لكم فترة. المشاكل ممكن تكون تخص الوضع المادي. ده تصير هواية خلافات بسبب هذا الموضوع. بسبب موضوع مادي شاغلكم صار لفترة. فده اشوف بالفترة الجاية اكو استقرار من بعد احباطات صارت والتأخرات بموضوع معين على الصعيد العملي او المادي. ده اشوف اكو بداية جديدة لكم اكو استقرار مادي راح يجي وبالتالي المشاكل شوية حاولوا انه لا تضغطون على الشركة اللي موجودوا ياكم بالفترة الحالية من خصوص الموضوع المادي. بالاخص لانه اغلب مشاكلكم ده اشوفها تخص الموضوع المادي اللي موجود بيناتكم بالفترة الحالية للمتزوجين ده اشوف اكو شوية عدم استقرار بالبيت ونوع من التعب صاير عندكم طاقة الملل بس هي فترة وتعدي ان شاء الله خلال الايام الجاية ده اشوف اكو امور الامور راح تتحسن راح تصير احسن على الصعيد المادي اموركم ده اشوفها مستقرة بس شوية الصعيد العاطفي ده اشوفها متعب. فنصيحتي الى برج الثور اللي ده تتابعوني. اه حاولونوا تتخلصون من طاقة العلاقة الثلاثية اللي موجودة واذا كنتوا اكتشفتوا الطرف الثالث وطلعتوا من العلاقة فاعدكم فترة يعني حاولوا شوية تتأملون تستشفون بالفترة الجاية وده اشوف لكم بداية جديدة ولكم قرار راح تتخذوا القرار راح يكونوا بصالحكم. البعض من برج الثور العزاب ده اشوف ممكن يجيكم شخص يكون متزوج ومنفصل يتقدم لكم كموضوع الزواج. بس اه انتوا شوية راح تترددون قبل ما تقبلون عرض هذا الشخص اللي راح يعرض عليكم من خلال موضوع الزواج. والبعض الثاني ده اشوف منتظرين خبر متأخر عليكم صار لفترة. ممكن يكون هذا الخبر من شخص مسؤول بخصوص موضوع عملي او موضوع مادي معين منتظرينه من شخص مكلفيه بموضوع ومنتظرين خبر عنه ده اشوف هذا شخص قاعد يماطل وياكم هواية. وقاعد يطيقكم معود فارغة احضروا من طاقة هذا الشخص اذا كنتم مكلفين شخص بمعاملة او بوضع انه يلقا لكم شغل ويطلب منعدكم اشياء لا تصدقون بيه لانه ده اشوف عنده طاقة المماطلة ده يماطل بالفترة الحالية هواية. كل التوفيق البرج الثور ان شاء الله الاسبوع يكون حلو عليكم وان شاء الله تتعافون من كل الازمات وتستقر اوضاعكم العاطفية والاوضاع المادية. انتوني رأيكم بالتعليقات واذا انتبقت عليكم القرارة ايضا كتبولي وقولولي شنو رأيكم بيها. وان شاء الله التقيكم في فيديو جديد.